اشتركوا في القناة كيف كانوا يشرحون أليس يذكرون المسألة ويذكرون حكمها لأن بعض الناس يقول لي أولي الحكم أبل ما تقول المسألة من كان يفعل هذا في الماضي الفقهاء كانوا يفعلون هذا يقولون الحكم ثم يذكرون المسألة كانوا يذكرون المسألة ويعقبون ذلك بذكر حكمها أنت انتبه وأنصت ولا تشغل قلبك وفكرك بشيء آخر غير الدرس حتى تفهم ما يقال حتى تخرج باعتقاد صحيح في المسائل إذا كان الزوج منسوبا هل تكون زوجته منسوبة؟ لا إذا كان الزوج منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون بذلك زوجته منسوبة للرسول لكن يكون الرسول محرما لها يكون الرسول محرما لها يعني يجوز لها إن رأت شعرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسها بلا حائل لأن الرسول محرما لها يعني هو أبو زوجها أبو يعني بعيد من الآبا لكن هو جد زوجها يعني من آباء زوجها يقالوا فهي يكون الرسول محرما لها وليست منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاهد الرجل أو المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام هل يكون الشاهد منسوبا؟ لا إذا الشخص شاهد الرسول في المنام ليس معناه أنه يكون منسوبا للرسول إن كان رجلا أو امرأة حتى يقول الفقهاء لو رأت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وصافحها في المنام ليس معناه أنها منسوبة جزما للرسول إنما غلبة ظن أنها منسوبة لذلك الرسول صافحها في الرؤية لكن هذا ليس دليلا على أنها منسوبة إنما هو غلبة ظن أن الرسول صافحها فإذا قال لك الشخص طيب كيف؟ الرسول لا يصافح أجنبيا هذا منام والمنام له تأويل فيسأل أهل التعبير ما تأويل ذلك؟ إن رأت امرأة أنها تصافح النبي في المنام لا يجوز أن يقال سخرية القدر كما يقول بعض الناس بعض الناس يقولون سخرية القدر القدر صفة الله تدبير الله الأشياء على وجه مطابق لعلمه الأزلي ومشيئته الأزلية فلا يوصف بالسخرية ولا يقال قدر أحمق انتبهوا صفة الله لا يقال عن صفة الله كلام قبيح لا يقال قدر أحمق ولا يقال سخرية القدر نقول كما قال الرسول قدر الله وما شاء فعل هكذا علمنا الرسول يا أحبابنا نترك كلام الرسول نأخذ بكلام واحد عم يغني شو هذا؟ كثير من الناس يسألون عن هذا مثل بعض الناس بيسألوه شو حكم اللي يقول الله محبة مغنية قالت ذلك لا يقال الله صفة المحبة صفة الله ذات موصوف بالصفات الله يحب التحاب بين عباده المؤمنين لكن لا يقال الله محبة لا يقال الله خير في ناس بيقوله الله خير في ناس بيقوله الله محبة لا يجوز أن يقال الله صفة الله ذات موصوف بالصفات سبحانه وتعالى شخص بل عريقه ابتل عريقه ثم وجده متغيرا من أثر معجون الأسنان لو كان من اليوم السابق كان متغيرا تغيرا حقيقيا يكون أفطر يمسك ويكمل صيام يومه أما إذا كان هو تمضمض مضمضة قوية يعني أجر الماء في كله فمتغرغر يعني وبعد ذلك بقي تكيف الفم أحيانا بيكون مثلا على طعم النعناع مثلا فبيبقى تكيف الفم النعناع له إذا واحد أخذ شيء فيه نعناع بيبقى تكيف الفم بهذا يعني مثل نكهة نسميها نحن باللغة العمية إذا ذهب تغير الريق حيث الواقع والحقيقة وبقي تكيف الفم لا يؤثر شربت البن يعرفون إذا واحد شرب البن ثم تمضمض وتغرغر يبقى تكيف الفم يعني إذا بزق يرى الريق صافيا يطول حتى يرى الريق صافيا يعني يأخذ وقتا لكن بعد ذلك يبقى تكيف الفم وإذا بلع ريقه من تكيف الفم والريق غير متغير لا يفسد صومه فرق بين تكيف الفم وبين تغير الريق حقيقة شخص يتلقى القرآن من شخص آخر مجاز لكنه لا ينتمي للجمعية هل يستطيع؟ نعم يستطيع إذا إنسان ذهب إلى إنسان مسلم وهذا الإنسان دين يخاف الله لا يغشه الناس وهذا أخذ علم قراءة القرآن من إنسان مسلم يخاف الله ثقة ليس غشاشا وذعب إليه الشخص مشارك تنتسب لجمعية المشاريع أهل السنة والجماعة قلنا عددهم كبير جدا الآن أهل الإحصاء يقولون المسلمون أكثر من مليار أتباع جمعية المشاريع منهم مئة مليون ولا مليون بحسب الله إن شاء الله بيصيروا أكثر لكن أهل السنة والجماعة موجودون مسلمون وفيهم من هم من أهل العلم ومن هم من الثقات فيأخذ منه له أن يأخذ وله أن يعتمد هذه القراءة طالما هو ثقة هذا الإنسان الذي أخذ منه وهو أخذ هذا العلم علم القراءة من إنسان ثقة أيضا شخص وكل شخصا آخر من مشايخ الجمعية للتبرع بمال لمصالح المسلمين ولكن هذا لم يفعل ذلك وصرف المال لنفسه والآن تاب إلى الله بعد أن تعلم ماذا يفعل؟ يرجع إلى الشخص الذي أعطاه المال يقول له أنا فعلت كذا وكذا تريد الغرامة أم تسامحني تصرفت بمالك في غير ما وكلتني أنا ما أديت الأمانة ويندم يعني على ذلك فهذا الشخص الذي كان أعطاه إما أن يغرمه بدل هذا المال وإما أن يسامحه يقول وقد توفي الشيخ المهم أن تذهب لصاحب المال الشيخ الذي توفي رحمه الله لكن تذهب إلى صاحب المال يقول أنا أخجل أن أعرف للشخص الذي أوكل ليه هذا الحياء الذي لا خير فيه الحياء حياءان حياء فيه خير وهو الذي يمنعك عن معصية الله هو عن القبائح هذا خير مندوح هذا الرسول قال إن مما أدرك الناس إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني من خلع جلبابة الحياء يفعل القبائح لا يبالي فالحياء الممضوح هو الذي يحملك على طاعة الله وعلى ترك المعصية تخجل من فعل الحرام تخجل من فعل القبيح أما الحياء الذي يمنعك من فعل الخير فهذا قبيح واحد أدى إليك أمانة أعطاك أمانة قال لك هذه الأمانة خذها إلى فلانة خجلت أن تكلم فلانا بهذه الأمانة وما أعطيته أو واحد وكلك أن قال لك أنا أمنتك على بيتي لا تدخل أحدا إلى البيت جاء صاحبك خجلت فأدخلته هذا حياء لا خير فيه هذا الحياء الذي لا خير فيه قال العلماء إثناني لا ينالان العلم مستحن ومتكبر مستحن يعني يقول أنا أخجل أقعد في مجلس فيه ناس خطيرة أو ناس صغار شو بدي يروح على الجامعة ألا أقعد ساعة وأتعى وضهري وجاعني بخجل من الناس يقولوا أنا بالمنصب اللي وصلت له روح أقعد بالجامعة اسمع درس هذا حياء لا خير فيه ومتكبر واحد متكبر يقول أنا صرت رئيس دير أقعد بالجامعة مع بلانطون هكذا بعض الناس نفوسهم تحدثهم بمثل هذا فيمنعه ذلك هذا الحياء الذي لا خير فيه من أن يطلب علم الدين الذي هو مفروض عليه الرسول كان يقعد مع الصحابة يقول من هو سلطان أو من هو وزير أو من هو رئيس يقعد مع الصحابة يعلمه كان بنيا أو فقيرا كان عجميا أو عربيا يعلمهم لوجه الله تعالى يقول الشخص شفت التحذير شو مهم يقول كنت قد ذكرت القصة المكذوبة عن النبي ينسبونها عن النبي أنه ضرب شخصا كان قد خرج عن الصف أثناء التجهيز للقتال أنا كنت أسمع الأغنية التي عملت لأنها مؤثرة ولكنني لا أظن المعنى الكفري الذي لا يعتقد المعنى الفاسد ليس عليه ضرر قلت لكم هي أصلها موجود رواها أبو داود لكن أصلها ما فيه أن الرسول آذاه من حيث الحقيقة إنما هو أراد أن يصل إلى أن يلتصق بجسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول ما قاله وإلا الرسول قلنا وكزه بالسواك حسب العدد إذا واحد وكز شخصا بالسواك لو لم يكن الرسول إذا صاحبك إذا أبوك التي تحبه أو أمك عملت لك هكذا تفرح إذا وكزتك بدون أذى تفرح فكيف إذا كان النبي الذي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم تنتظر أن يفعل يعني تتشوق أن يفعل لأن هذا السواك مبارك وبيده المباركة صلى الله عليه وسلم لكن هم إذا سمعتم هذه البنت التي تغنيها يعني تصورها وكأن الرسول فعل فعلة يعني شديدة وكبيرة وأنه يريد أن يقتاد منه وإلا يكون الرسول عليه كذا وكذا في بنت تغنيها وصارت تتداول بين الناس عملوها بأبيات شعرهم هذا ما رده إلى الجهل لا يحققون لا يسألون أهل المعرفة ثم يفعلون هذا وبعض الناس يبكوا يتأثروا يكونوا عم يتأثروا بشيء فاسد وعم يبكوا على شيء فاسد قل كل من عند الله وليس معناه أن الذي يفعل المعصية بما أن الله خالق كل شيء له أن يفعل ذلك كل شيء بخلق الله الله تعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء بخلق الله وبتقدير الله وبمشيئة الله وبعلم الله لكن هذا ليس محلا للاعتذاب بالنسبة للكافر أو العاصي أن يقول كل من عند الله كل بخلق الله لكن أنت مكلم وعندك عقل وفعلت ما فعلت بإرادتك لست مغلوبا أنا الآن أتكلم كيف يا أحبابنا بإرادتي لكن بخلق الله لا شك لولا أن الله مكنني لا أستطيع أن أتكلم أنتم الآن تجلسون هنا في واحد منكم وبيخد معاش لا يعود له أو واحد منكم مربوط بالحبل لا يعود له باختياركم جلستم وتريدون التقرب إلى الله والذي ذهب زنى أو شرب الخمر أو ضرب مسلما أو سب مسلما كيف فعل ذلك بإرادته لكن بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وليس له أن يعتذر بمشيئة الله ليس له أن يعتذر بتقدير الله أو بتخليق الله ما هو جوابك أنت فعلت هذا باختيارك وأنت منهي عنهم الله نهاك فإذا أنت عصيت الله وتتحمل ذلك عليك مسؤولية فإذا ليس للعاصي وليس للكافر أن يعتذر بنحو قول الله تعالى قل كل من عند الله كل شيء بخلق الله هل من خالق غير الله يعني لا خالق إلا الله والله خلقكم وما تعملون العاصي ليس له أن يعتذر بأن الله شاء ذلك وإلا يقول له الحاكم إذا أراد عقوبته أنت تقول هذا بمشيئة الله حصل وأنا أعقبك بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله لكن هذا ليس عذرا لك حتى تعمل المعصية أمرأة متزوجة زوجها لا ينفق عليها ولا يؤمن لها مسكنا هل لها أن تطلق نفسها منه بحكم الشريعة هي ترفع أمرها للقاضي الشرعي تقول له زوجي لا ينفق علي زوجي لا يسكنني زوجي لا يكسوني القاضي الشرعي يتحقق من ذلك يستدعيه ويسأله يتحقق هل هو الأمر كما تقول أم لا لأنها قد تكون غير صادقة في دعواها وقبل أن يحكم ماذا يفعل يستدعي الطرف الآخر أنتم يا أحبابنا أحيانا رجل أحبه يكلمني عن شخص لمجرد أنني أحب هذا الشخص أحكم على ذاك هل لي ذلك شرعا لا ليس لمجرد المحبة أو الصحبة هذا مسلم ويتكلم عن مسلم أقول له نسمع منه أنا لست قاضيا لكن أنت كذلك تفعل لأن بعض الناس يقعون في الحكم لمجرد الصحبة أو المحبة وقلت لكم أو لقوة الحجة بيانه قوي يأتي بعبارات قوية مقنعة بحسب العادة أنت راجع نفسك قل هل لي أن أحكم لأنه قال لي أم أسأل الطرف الآخر كان الشيخ نزار رحمه الله يردد هذه العبارة في اجتماعاته الاستعلام قبل الاتهام الاستعلام قبل الاتهام قبل أن تتهم وتعتقد أنه فعل أو قال استعلم اسأله قد يكون هذا توهم هو صادق لكن توهم ظن الأمر كذلك لقارينة ما توهمه كذلك لا يريد أصلا الافتراء عليه فنسأل قبل أن نحكم نسأل الطرف الآخر هلأ إذا قالت هذه المرأة لا يوجد قاد شرعي يحكم لي بلا مال ماذا أفعل العلماء يقولون تحكم إنسانا تقيا دينا يقوم مقام القاضي في هذه القضية يعني يستدعيه ويتحقق من الأمر رجل صالح من أهل البلد من صلحاء البلد ويتحقق إن ثبت أنه لا ينفق ولا يسكنها ولا يكسوها يقول له شرعا يجب عليك أن تنفق عليها أن تكسوها هذا حكم الشرع أن تسكنها فإن لم يفعل القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه له أن يفسخ هذا العقد يعني يمهله يقول له أمهلك ثلاثة أيام إما أن تنفق أو أن تقتر ثم تنفق يعني فإن لم يفعل له أن يفسخ هذا العقد يقول هذا النكاح الذي بين فلان أو فلان أنا فسخته القاضي الشرعي الحاكم له أن يفعل ذلك ويقول الفقهاء توسعا في هذا أكثر لو كانت في بلد لا يوجد فيه لا يوجد فيه لا حاكم إسلامي ولا قاضي شرعي ولا رجل من أهل الفقهة والعدل يقول الفقهاء تبقى هكذا إلى أن تهلك هي تستطيع أن تفسخ عقدها بنفسها إن تحقق هذا الأمر نحن نتكلم عن حكم شرعي مشهي لحالة يقعد بالبيت بدون أن تصل إلى الحد الذي ذكره الفقهاء تقول أنا فسخت عقدي لا لا إنما بحسب حكم الشرع بالترتيب الذي ذكرته لا بالنسبة إذا طلق الرجل امرأته كم يقدر أثناء العدة أن يعطيها بحسب حاله يعني إذا كان هذا الرجل ينفق عليها بحيث لا يقال قتر وليس عليه أن يسرف إن ليس عليه التوسع الكبير وليس له أن يقتر عليها يكفيها طعامها كسوتها مسكنها في هذه المدة لأنهم يسألون يعني في بلدنا تعرفون أن العملة يتغير حالها بين يوم وآخر وأثمان الأشياء تتغير فإذا قلنا اليوم مثلاً هي خمسون ألفاً قد تصير غداً مئة ألف ما يدرينا ينظر بحيث يكون غير مقتر وغير مسرف ينفق عليها النفقة الشرعية إذا شخص توضأ عند أحمد ومسح على الجورب ثم صلى عند مالك الشخص إذا أراد أن تكون عبادته صحيحة لابد أن تكون موافقة لإمام من الأئمة أما إذا فعل فعلاً خلط فيه بين المذاهب بحيث صارت هذه العبادة لا تصح عند إمام ما لا يصح فعله هذا أما إذا كانت بقيت تصح عند إمام ما فله ذلك لكن انتبهوا أنا أرسلت لأحبابنا الذين أرسلوا لهم الدروس الإمام أحمد في المسح على الخف الذي هو مثل الجورب يشترط أن يكون بحيث يمكن تتابع المشي عليه ليس أي جورب الجوارب الرقيقة التي نلبسها في الصيف هذه تصلح للمشي عليها لحاجات المسافر للإحتطاب مثلاً لا يتأذى عادة هي تغطي الجلد لكن بحيث يمكن تتابع المشي عليها وعنده شروط أيضاً في الطهارة في رفع الحدث الأصغر يطلب عليها الشخص يسأل قبل أن يفعل بمذهبه بعض الناس والعياذ بالله يرددون عبارات إن فهموا معناها الفاسد يكفرون يقول ألف شخص بالإنستجرام يرسلون له الإعجاب واللايك وماذا يقول يقول وظل يلح على الله ويتحدى بأسه والعياذ بالله بأس الله يعني على زعمه حتى غلب دعاءه قدره هذا فساد في فساد الذي يرى هذا الكلام ويستحسنه أو يضع عبارة استحسان له يقع في الكفر والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى لا يغلبه أحد وتقديره لا يتغيب لو كان تقديره يتغيب لكان يجوز عليه ما يجوز على من يتغيب أنت تتغير يجوز عليك الفناء يجوز عليك الموت يجوز عليك الضعف يجوز عليك العجز لو كان الله متغيرا مثلك لجاز عليهم أن يجوز عليك أن يجوز على الله الضعف والعجز وأن يكون مغلوبا أن نعوذ بالله والله غالب على أمره يجوز عليك وليس معناه أن مشيئة الله تتغير إنما الله سبحانه وتعالى أنزل آيات في القرآن أثبت بعضها ونسخ بعضها يوفو الله ما يشاء ويثبت من هذا الذي نزل في القرآن الكريم توجد آيات في القرآن كانت تتلى نسخت ما عادت تتلى في القرآن الكريم والله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية يعني في نسخ في الآيات فهذا نسخ يعود إلى هذا أما مشيئة الله لا تتغير وما شاء الله أن يكون لابد أن يكون لا يتغير إذن لما قال الرسول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لما قال الرسول فيما يلويه عن ربه عز وجل يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد الحديث لا يتناقض مع الآية لا والآية لا تتناقض مع حديث الرسول لكن هم فهم ضعيف سقين يأتون بالآية يضعونها في غير موضعها هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب من القرآن الكريم آيات شاء الله أن تثبت في القرآن وآيات شاء الله سبحانه وتعالى أن تنسخ وأوحى إلى الرسول بذلك فأخبر الصحابة فما عادت تقرأ من القرآن يقول وثانيا حديث القدر والدعاء يتعالجان في السماء شرحت لكم عن القدر المعلق هذا يعود إلى القدر المعلق لا يرد القدر إلا الدعاء لا يرد القدر المعلق إلا الدعاء ليس معناه يرد صفة الله ليس معناه يغير صفة الله صفة الله لا تتغير قدر الله وما شاء فعل هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شو يعني القدر المعلق في قدر مبرم ما في تغيير قدر معلق فيما نقلته الملائكة في صحائفها بأمر من الله تنقل من اللوح المحفوظ مثلا فنان إن دعا الله تعالى بكذا يتحقق له فنان هو هو إن لم يدعو لا يتحقق له ذلك فإن دعا الله تعالى بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وحصل له بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله إن دفع القدر المعلق الآخر بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله القدر المعلق ليس صفة الله هذا هو أو يكون مكتوب في اللوح المحفوظ فلان إن وصل رحمه وعاش ستين سنة لأن هذا من أسباب طول العمر بمشيئة الله فلان هو هو إن لم يصل رحمه عاش خمسين سنة فإن وصل رحمه بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وعاش ستين سنة بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله إن دفع الآخر الذي وشه القدر المعلق هذا معنى يتعالجان القدر أي المعلق والدعاء يتعالجان في السماء فما شاء الله أن يكون لابد أن يكون إن شاء الله أن يدعو هذا الإنسان وأن يتحقق له مطلوبه سيحصل ذلك بمشيئة الله أما تقدير الله لا يتغير إذا أحد قال لك ليش دلوا لأنه لو كان يتغير لكان مثل كل متغير أنا أتغير يجوز علي الفناء يجوز علي الضعف يجوز علي العجز الله ليس مثلي ليس كمثله شيء ها مصيبة كثير من الناس بالأسانسير أمرار بفوت يكتبوه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء خلصنا ثلاث نؤات وستطروا ونبتهي ما يكتبوه شو معناته الجاهل إذا قرأ هذا ماذا يتوهم أو إذا قرأ هذا أقوى التوهمون القدر والدعاء يتعالجان في السماء يقول لك أف يعني أنه بيغلب الدعاء بيغلب للقدر على زعمه بمعنى صفة الله والعياذ بالله من الجهل لذلك حصنوا أنفسكم بالعلم ما في الآيات القرآنية إنا كل شيء خلقناه بقدر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وخلق كل شيء فقدره تقديرا الرسول يقول قدر الله وما شاء فعلا ما في تغيير يعني ودغر إن تأله لو كان يتغير لكان مثلنا لو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا وهو خالقنا فإذا ليس مثلنا فإذا لا يتغير وصفاته لا تتغير بس هالسؤال مهم يعني جاز الله خيرا من أرسل هذا يعني يقول والحديث صحيح تكلم عنه ابن باز ابن باز من نشيء هذا من رؤوس الوهابية لا يلتفت إليه إذا قال صحيح ولا قال ما صحيح والحديث صحيح لكن ليس بتصحيح الألباني أو بتصحيح ابن باز لا يلتفت إليه ما وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص ابن باز من محافظ ولا محدث ولا ربع عشر محدث والألباني لا حافظ ولا محدث ولا عشر عشر محدث فهدوا لا يلتفت إليه بس التسقت في الكتب عندهم مال يجوا ناس من الوهابية أخذوا مؤلفاتهم وصاروا يشتغلون بها لبيعها فصاروا بحطوا لوحات أنتوا ماشي صححة والألباني آن جاء رجل محامي في دمشق إلى ناصر الدين الألباني قال لو أنت تقول إنك محدث اروي لنا عشرة أحاديث بإسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدثة ديش بيحفظ مش عشرة 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 آلاف بيحفظ بالإسناد إلى الرسول مثلا فقال له الألباني أنا لست محدث حفظ أنا محدث كتاب فقال له المحامي وأنا محدث كتاب ما كلكم تؤروا يا أحبابنا على زعمه المسجد منتلئ بالمحدثين حفظكم الله هيك على زعمه ومش كل واحد منكم يحمل الكتاب ويستطيع أن يقرأ على مقضة كلامه مسجدنا منتلئ بالمحدثين حسبي الله إن شاء الله بتصيروا من المحدثين ويصير معكم لكن أتكلم عن سخافته قال له لست محدث حفظ إنما أنا محدث كتاب هذا له اعتبار كثير من الصحابة ما كانوا يقرؤون يا أحبابنا كيف صاروا رواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ هو الذي بعث في الأميين رسولا أكثرهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون كيف رواه الحديث عن الرسول الله أكرمهم بالحفظ رددنا بما فيه الكفاية الحمد لله لأنه يسأل كيف الرد عليه إذا شخص كان ما صلى الصلاة المفروضة فقال له شخص أنت صليت فقال صليت والحمد لله هذا كذب ليس تكذيبا للشريعة يعني يكون كذب قال صليت وهو ما صلى أو قال صنت وهو ما صام هذا ليس تكذيبا لحكم الشرع إنما هو كذب وكذلك المرأة الحائض إذا قالت لست حائضا وهذا كذب أما قلنا المرأة التي ليست حائضا وقيل لها صلي فقالت ما علي صلاة كفرت لأنها كذبت حكم الشريعة أما استحت من الناس ما بدأت صلي قالت أنا حائض أو كانت مفطرة فقالوا لها لم تأكلين فقالت أنا حائض في رمضان هذا كذب ليس تكذيما للشريع كذلك الحائض إذا سئلت فاستحت قالت أنا صائمة لا تعني أنها صائمة الصيام الشرعية لا إنما تريد بذلك أنني ظاهرا يعني صائمة تريد الكذبة يعني هذا ليس تكذيبا للشريعة إنما هو حرام معصية ترجمة نانسي قنقر